السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم استفهان آن اليوم إن شاء الله سأشارك معكم 3 نيتشات مربحة جدا لسنة 2022 عليها بحث كبير وكذلك منافسة قليلة إذن تابعوا معي إخواني الفيديو حتى الأخير لأن فيه ستجدون مجموعة من النصائح المهمة التي ستساعدكم في تحقيق مبيعات جد محترمة فأول نيتش هو هاندرايتين براكتيس بوكس وهذا نيتش يعتبر كنز من كنوز أمازون كدبي ولا أخفيكم سرا فلحد الآن أقوم برفع كتب في هذا النيتش وهذه الكتب تحقق مبيعات جد محترمة وبالنسبة لهذا النيتش فهو نيتش كبير يمكنكم كذلك استخراج بعض النيتشات الصغيرة منه الميكرو نيتش مثلا وكلما ابتعدت على المنافسة كلما كان هذا النيتش سيحقق لك مبيعات أكبر لكن رغم أن هذا النيتش عليه منافسة كبيرة إلا أنك إن قمت بإنشاء كتاب بمحتوى جيد وغلاف جميل فسوف يحقق لك كذلك مبيعات رغم المنافسة الكبيرة وحتى تتأكد من صحة هذا الكلام فسأريكم بعض الأمثلة لبعض الكتب التي قام أصحابها برفع في هذا النيتش وسنلاحظ عدد المبيعات التي تحققها شهريا وكذلك يوميا وحتى أكون موضوعيا فسوف أقوم باختيار الكتب التي تباع تلقائيا وكذلك رفعت سنة 2021 فمثلا هذا الكتاب أمامي فاللاحظوا معي أخواني البسائر الخاص به سأذهب إلى هذا الموقع الغني عن كل تعريف أقوم برفع البسائر الخاص بهذا الكتاب إذن هذا الكتاب يحقق 2340 مبيع في الشهر وفي اليوم الـ 156 مبيع ولاحظوا معي إخواني هذا الكتاب رفع في سنة 2021 ولاحظوا عدد الفيتباك المقدم وهنا صاحبه رفع بـ 5 دولارات 94 سنت يعني فعلى الأقل يحققه دولار ونصف إلى دولارين في كل كتاب إذن هذا الكتاب يحقق تقريبا 300 دولار يوميا يعني فقط إن اشتغلت على الكتاب واحد وأصبح يباع بهذه الطريقة فسوف يغنيك عن جميع الكتب التي قمت برفعها لذلك كما أقول دائما ركزوا على إتقانكم للكتب وعلى الكيفية وليس الكم فالكتب الكثيرة بدون أي جدوى دائما لا تحقق أي مبيعات لكن الكتب التي نشتغل عليها لمدة طويلة وكذلك الكتب التي نقوم باختيار الكلمة المفتاحية والتصميم وكل شيء بدقة فسوف تحقق مبيعات لا محل إذن إخواني هذا الكتاب سوف يشجعكم لبدل الكثير من المجهودات فبما أن هذا الشخص قام بالوصول إلى هذه النتائج فلم لا أنت كذلك تصل إليها؟ كل شيء بالعزمة إن شاء الله وبالاشتغال خطوة بخطوة إذن سأختار كتاب آخر كذلك لاحظوا معي إخواني هذا الكتاب لاحظوا البسائر الخاص به وهو يرفع تلقائيا بدون أي إعلانات لاحظوا إخواني لو قلت لكم بأن الكتاب يحقق 8717 مبيع في الشهر و581 مبيع في اليوم فلن تصدقه لكن هو فعلا يحقق هذه المبيعات إخواني لذلك إخواني حاولوا الاشتغال وحاولوا أن تضعوا مثل هذه الكتب فسوف أقوم بالدخول مثلا إلى هذا الكتاب لأشاهد صاحب الكتاب ماذا وضع داخل هذا الكتاب فهو كتاب بسيط جدا للأطفال بين 3 سنوات و5 سنوات يريهم طريقة الكتابة خاص بالأرقام كذلك بالحروف حتى الغلاف يبدو جميل وبسيط وهنا داخل الكتاب يعني أي شخص يمكنه أن ينشئ هذه النوعية من الكتب لكن سوف يتطلب بعض الوقت وحتى إن لم تكن تريد أن تضيع الوقت في إنشاء هذا الكتاب فالطريقة سهلة جدا فسأريكم تقوم بنسخ هذا العنوان وتذهب إلى Creative Fabrica الغني عن كل تعريف هذا الموقع بالنسبة لي كذلك كنز لكل الممصممين في جميع المجالات فهو يقدم لنا أدوات احترافية التي تساعدنا في عملنا كالخطوط الصور المحتويات وكل ما تحتاجون إليه والجميل هو أن كل هذه الامتيازات فقط بدولار واحد للشهر فهذا العرض محدود حاولوا الاشتراك في أقرب وقت إخواني يمكنكم الدفع عن طريق بايبال وكذلك عن طريق البطاقة الباكية سأضع لكم الرابط الخاص بالعرض واحد دولار للشهر في وصف هذا الفيديو ما عليكم سوى الدخول والاشتراك وسوف تستفيدون من جميع هذه الامتيازات فسأريكم أقوم بلسق العنوان الذي أريد أن أبحث عن المحتوى الخاص به هنا سوف يظهر لي العديد من المحتويات أقوم باختيار مثلا واحدة فيها فإن قمت باشتراك بدولار واحد للشهر فجميع هذه المحتويات ستكون مجانية إذن هذا هو المحتوى الخاص بنا 80 صفحة فيها جميع الحروف الهجائية باللغة الإنجليزية تقومنا بتحميلها والتعديل عليها قليلا حتى تبدو بشكل جميل يناسب الأطفال الصغار ثم نلتقل إلى النيتش الثاني Number Tracing Books وهذا النيتش كذلك خاص بالأطفال يريهم طريقة كتابة الحروف فلاحظوا معي إخواني هذه الكتب كلها تبع في الصفحة الأولى سأختار كتاب كذلك غير ممول وكذلك رفع في سنة 2021 حتى لا تكون النتائج مضللة إذن هذا كتاب مناسب رفع في سنة 2021 وهذا هو البسير الخاص به أقوم بالبحث في الموقع كذلك كم يحقق هذا الكتاب من مبيعات إذن إخواني هذا الكتاب يحقق 145 مبيعات في الشهر و10 مبيعات في اليوم وكما قلت سابقا فبالنسبة لهذه النيتشات التي أقوم برفعها لكم فيمكنكم كذلك البحث على النيتشات أخرى صغيرة يعني Micro Niche فمثلا هذا يعتبر Micro Niche يمكنكم الدخول إليه وكذلك البحث هنا في الصفحة الأولى والبحث بتأني حتى تجدوا الكتب التي عليه مبيعات كثيرة ومنافسة قليلة إذن سأنتقل معكم كذلك للنيتش الثالث الأخير Mega Home School Planner وهذا النيتش عليه منافسة قليلة جدا لاحظوا معي إخواني 844 وكذلك عليه بحث كبير فما عليكم سوى استغلال هذا النيتش ومحاولة إنشاء كتاب تنافسون به هذه الكتب التي تباع في الصفحة الأولى إذن إخواني الطريقة التي أنصحكم باتباعها لكي تستفيدوا أكثر من هذه النيتشات الثلاثة فأولا يمكنكم أن تقوموا برفع خمسة كتب في كل نيتش ثم تنتظروا حتى تأتيكم مبيعات في إحدى هذه النيتشات فمباشرة عند تحصلكم على أول مبيعات تقومون بالذهاب إلى الكتاب الذي حقق هذه المبيعات ثم تقومون بإنشاء كتب أخرى تشبه هذا الكتاب ولما لا تكون أكثر احترافية وحافظوا على الكلمات المفتاحية أو تغيير الكلمات التي تبدو لكم ضعيفة مقارنة مع الأخرى إلعابوا على العنوان فهو جد جد مهم ولا تنسوا إخواني الدزاين الخاص بالغلاف يجب أن يكون به ألوان تتير الأطفال وكذلك آباء الأطفال لأن الآباء هم الذين يختارون الكتاب لأبنائهم لذلك حاولوا أن تكون هذه الكتب بطريقة فريدة بها ألوان متناسقة حتى تجلب لكم العديد من المشتري وختاما إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زارك القناة فلا تنسى الاشتراك فهناك فيديوهات حصرية قادمة إن شاء الله سوف تنال إعجابكم اشتركوا في القناة